بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في النشر الأسبوعية لأخبار الجماعة السمع الأحمدية حول العالم وليكم العناوين منظمة الإنسانية أولا في المملكة المتحدة تعقد مؤتمرها السنوي الأول المنظمات المساعدة الثلاثة في الجماعة الإسلامية الأحمدية في أمريكا تعقد اجتماعاتها الوطنية ملخص لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين نصره الله أهلا بكم تانية ونبدو نشرتنا بتقرير من المملكة المتحدة تأسست منظمة الإنسانية أولا عام 1995 وهي مؤسسة خيرية أنشئت لخدمة البشرية ولها أكثر من ستين فرعا مسجلا في جميع أنحاء العالم مع برامج تركز على الفقر الغذائي والإغاثة من الكوارث استضاف فرع المملكة المتحدة مؤخرا مؤتمره السنوي الأول في مسجد بيت الفتوح وحضره أكثر من مئة عضو متطوع تركز الحدث على تطوير قدرات المتطوعين مع ورشات عمل حول الإبتكار والاستدامة والتوطين تضمنت أبرز أحداث اليوم مناقشة جماعية حول الرؤية المستقبلية لمنظمة الإنسانية أولا إضافة إلى كلمات بعض الضيوف الدوليين من العاملين على الأرض كان من بين الضيوف المتحدثين عاملون في المنظمة وبالتحديد في دار الإكرام للأيتهم في بنين غرب إفريقيا وفي فريق الإغاثة من الكوارث في غزة في فلسطين لمعرفة المزيد عن منظمة الإنسانية أولا والعمل الذي تقوم به وكيفية المشاركة والتبرع يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الذي يظهر على الشاشة أما الآن فلا تفصيل خبرنا الثاني في هذه النشرة هقدت المنظمات المساعدة في الجماعة الإسلامية الأحمدية في الولايات المتحدة الأمريكية اجتماعاتها الوطنية بالتواري وهي مجلس عنصار الله ومجلس خدام وأطفال الأحمدية ولجنة إيماء الله بدأت الاجتماعات ابتداء من الرابع من أكتوبر المنصر حيث كان من الرابع إلى السادس منه لاجتماع أنصار الله الذي تلاه اجتماع خدام وأطفال الأحمدية من الحادي عشر إلى الثالث عشر من الشهر وأخرها كان اجتماع لجنة إيماء الله من الثامن عشر إلى العشرين من أكتوبر بمثل هذه الاجتماعات نظام الجماعة الإسلامية الأحمدية يحث جميع الأحمديين سواء كانوا شبابا أو شيبا ذكورا أو إناثا على أن يخصصوا ثلاثة أيام مبتعدين عن روتينهم اليومي من أجل التجديد الروحي وتعزيز الوحدة وتعميق علاقتهم بالخلافة موضوع هذا العام هو الوفاء بعهودنا وفي الرسالة التي أرسلها حضرة خليفة المسيح التي تم قراءتها أمام جميع الخدام ركز حضرته مرة أخرى على ما نحتاج إلى التركيز عليه وهو الصلاة وكيف نحسن صلاتنا وتحدث حضرته عن كيف في منتصف الليل عندما يكون العالم بأسره نائما عليك أن تنهض وتتواصل بشكل مباشر مع الله تعالى فهذا هو العهد الأساس الذي يجب علينا الوفاء به هذا هو الغرض من هذا الاجتماع أن نتمكن من الارتقاء بأنفسنا روحيا وكان هذا أيضا موضوع اجتماعنا الذي استقيناه من إحدى خطب حضرت أمير المؤمنين العام الماضي وهو أننا سنرفع معايير عبادتنا لقد تحدثنا عن السلام والأمن العالمي فلذا بدى من المناسب أن يكون موضوع اجتماعنا الوطني بما أولى الطريق إلى السلام والأمن وفي هذا العام تناولت المنظمات الثلاثة المساعدة على استخدام قاعدة الاجتماعات في مسجد بيت الرحمن في ماريلان وقد ساعد هذا في تبسيط ترتيبات الموقع للاجتماعات وفي جعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة كان مجلس عنصار الله أول من عقد اجتماعه الوطني وقد سافرت مجموعة من راكبي الدراجات من مدينة فلاديلفيا إلى موقع الجلسة الذي استغرق يومين لمسافة تقارب بئتين ميل أقيمت مصابقات متعددة في كل اجتماع منها مصابقات دينية وأخرى رياضية لاختبار معرفة الدينية والقدرات البدنية مما أطفر حتى نافسي والمتعة لدى الحاضرين أنا متحمسة للغاية أعتقد أن هذه الفرصة فريدة من نوعها للتنوير الروحي والعاطفي والعقلي وحتى الجسدي وأشهر أن الفريق هنا قد قام بعمل رائع ما شاء الله في منحنا تجربة شاملة حقا لدينا المزيد من الخيام هذا العام وهي أكبر بكثير ولدينا خيمة منفصلة للضيافة ومساحة أكبر للسوق في العام الماضي كان السوق متناثرا في الخارج وهو هذا العام تحت خيمة واحدة كما أقيمت بطولة الكرة الصغيرة العام الفائد في منطقة محصورة صغيرة لكنها الآن في صلة ألعاب رياضية بالمدرسة والجميع متحمسات جدا للذهاب إلى هناك ومشاهدة الفرق المختلفة تتنافس مع بعضها في الكرة الطائرة من خلال صلاة الجماعة ومن خلال فهم الجوانب المختلفة للقرآن الكريم ثم الصلاة مع كل هؤلاء الأخوات يمكن أن نأخذ معنا إلى المنزل فهما كبيرا لأهمية الصلاة وأسباب أهميتها حضر السيد عامر سفير بصفته الممثل الرسمي لأمير المؤمنين حضرة ميرزا مسرور أحمد أيضه الله تعالى بنصر العزيز وقد ألقى خطابات ملهمة للإيمان لكل من الخدام والأطفال حيث تحدث حول أهمية بناء علاقة متينة مع الخلافة أتمنى أن تكون هذه المفاهيم التي قدمها أمير المؤمنين حول جوانب قبول الأدعية وتعزيز روحانية مفيدة لن نعرف أبدا كل تجارب حضرة الخليفة أو أي من الخلفاء في قبول أدعيتهم ولكن الله أعلم بالرابطة روحية الحقيقية التي عند الخلفاء نسأل الله تعالى أن يوفقنا دائما للاستفادة من توجيهات حضرة الخليفة وأن أفهم حقا كلمات حضرته حول التقرب من الله والروحانية والدعي بالطريقة الصحيحة وندعو له بطول العمر والصحة والعافية جزاكم الله خيرا عملت فرقا من المتطوعين على مدار الساعة للتأكد من جاهزية الموقع لفعاليات هذه الاجتماعات الوطنية الثلاثة من الخدمات اللوجستية للموقع والتسجيل والنقل والطهي وغير ذلك الكثير من خلال صلاة الجماعة ومن خلال فهم الجوانب المختلفة للقرآن الكريم ثم الصلاة مع كل هؤلاء الأخوات يمكن أن نأخذ معنا إلى المنزل فهما كبيرا لأهمية الصلاة وأسباب أهميتها أتمنى إن شاء الله تعالى أن يتمكن الجميع من إدراك أن أي نقطة ضعف يمكن إصلاحها بالصلاة ويمكننا جميعا أن نتخذ رحلات فردية ولكننا ندرك جماعيا أننا نفعل ذلك تحت إرشاد وظل خليفة المسيح الحمد لله أكملنا بنجاح هذه الاجتماعات الثلاثة المباركة ندعو الله أن يكون قد جدد جميع الحاضرين روحانياتهم وعززوا روابطهم الشخصية وحبهم للخلافة وننهي نشرتنا بملخص الخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المنين أيضا تعالى بنصره العزيز بسم الله الرحمن الرحيم نقدم لحضراتكم ملخصا لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز من المسجد المبارك في تيلفورد في الخامس عشر من شهر نوفمبر تشرين الثاني الجاري حيث تحدث عن صلح الحديبية والذي يسمى أيضا بغزوة الحديبية وقال وقع هذا الحدث في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة وقد أنزل الله سورة الفتح حول غزوة الحديبية والتي يقول تعالى في مستهلها إنا فتحنا لك فتح مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من زنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك سرات مستقيمة وينصورك الله نصر أزيد الحديبية الحديبية اسم بئر كان يستقي منها الحجاج والمسافرون وتقع على بعد تسعة أميال من مكة وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أنه سافر إلى الحديبية ثم دخل مكة بسلام مع أصحابه محلقا رأسه ورأى أنه دخل الكعبة وأخذ مفاتيحها ورأى نفسه في عرفات فجمع أصحابه ليرافقوه في هذه الرحلة فانطلقوا بلا سلاح وسيوفهم في أغمادها بحسب عادة العرب في السفر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا يحمل معه سلاحا مع علمه بوجود خطر على المسلمين من قبل أهل مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ذاهب للعمرة فقط اختلفت الروايات في عدد المسلمين في غزوة الحديبية فقيل أكثر من ألف وقيل ألف وثلاثمائة وفي رواية كانوا ألفا وأربعمائة وفي أخرى ألفا وسبعمائة لبس النبي صلى الله عليه وسلم ثيابا يمانية ثم ركب على ناقته القصواء وصحبته زوجته أم سلم رضي الله عنها في هذه الرحلة فلما وصل إلى ذي الحليفة صلى العصر ثم حدد الأضاحي ووضع عليها الأطواق ففعل المسلمون مثله وكان مع المسلمين في هذه المرحلة مئتا بعير ثم أحرم بذي الحليفة ليعلم أنه سينطلق نحو الكعبة ثم أخذ يلبي وأرسل صلى الله عليه وسلم كتيبة صغيرة أمامهم لمعرفة تحركات قريش وأبلغ أن هناك بعض المشركين على طول الطريق وقد يشكلون تهديدا للمسلمين وعلى هذا أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أبا قتادة رضي الله عنه الذي لم يحرم بعد برفقة كتيبة وأثناء هذه الرحلة لم يبقى ماء إلا ما في إناء الرسول صلى الله عليه وسلم فاجتمع الصحابة حوله وأخبروه أن الماء الذي معه هو كل ما تبقى لهم فوضع صلى الله عليه وسلم يده في الإناء فتدفق كالنهر من بين أصابعه وتمكنوا جميعا من الشرب والوضوء يقول حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه بعد مسيرة أيام قليلة عندما اقترب الرسول صلى الله عليه وسلم من عصفان وهو على مسيرة يومين تقريبا من مكة أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القراشيين غاضبون ويريدون منع المسلمين حتى أنهم تعبيرا عن غضبهم قد لبسوا جلود النمور وعزموا على الحرب من أجل منع المسلمين في جميع الأحوال كما أرسلت قريش فرقة من الفرسان بقيادة خالد بن الوليد الذي لم يكن قد أسلم بعد واقتربت هذه الفرقة من المسلمين وكان عكرم بن أبي جهل من أفرادها أيضا وعندما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الخبر أمر الصحابة بالانحراف عن الطريق المعروف إلى مكة والتوجه إلى اليمين من أجل منع الصراع فبدأ المسلمون يتحركون عبر طريق صعب وشاق بالقرب من الساحل عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى الحديبية توقفت ناقته ورفضت التحرك فقال صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما هو لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل والذي نفسي بيده لا تسألني قريش خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم حث ناقته على المضي إلى الأمام فأطاعته وتوجه إلى الحديبية يقول حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه قد أمطرت تلك الليلة فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر كان السهل مليئا بالماء فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب وبهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه لا شك أن الله قد وضع أنواع مختلفة من الأسباب لإدارة الكون من خلال نظام الأسباب والوسائل ونحن لا ننكر تأثير الأجرام السماوية في مسألة المطر وغير ذلك ولكن التوحيد الحقيقي هو أنه على الرغم من هذه الأسباب لا ينبغي للإنسان أن يغفل عن خالق كل هذه الأسباب والذي بدونه لا تكون هذه الأسباب المادية أكثر أهمية من حشرة ميتة وفي الحديبية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذبح الإبل وتوزيعها وأهدي إليه بعض الغنم وأمر بتوزيعها على المسلمين وفي ختام الخطبة أعلن أمير المؤمنين نصره الله أنه سيصلي الغائب على المرحومين شهريان راكينغ من بنجلاديش الذي استشهد في الهجوم الأخير على مبنى الجامعة الأحمدية ببنجلاديش والأحمدي المخلص القديم السيد عبد الله أسعد عودة من الكبابير وذكر نبذة عن حياتهما شكراً لمتابعتكم كونوا معنا السبوع القادم نترككم في رعاة الله وحبطه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قادم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر